عندما يخرج علينا حد ويكلم ويقولك أصله مضوني وعملوني وسووني أنا مش هتكلم عن أمور طبعا النادي الأهلي وجمهوره عارف القصة دي ولكن أنا هتكلم عن تجربة شخصية أنا راجل مضيت النادي أهلي مرتين ويمكن دي أول مرة أعترف بدا يعني محدش كان يعرفه غير المسؤولين جوا النادي الأهلي مضيت سنة 2006 للنادي الأهلي قبل ما جي النادي الأهلي 2009 مضيت 2006 ومضيت على عقود على بيض لأنك كنت متأكد تماما أن اللي اتفاقنا عليه هو اللي هيكون في العقود والله مضيت على العقد على بيض وخرجت وكان الكلام أن أنت لو حصل أي ظروف لم توفق أن أنت تنتقل لنادي الأهلي ظروف أي كان الظروف دي إيه عقودة جديدة ستكون لم تكن أنت ليك فترة شهر مثلا وده كان الاتفاق طب الاتفاق كان مع مين أنا أقول لكم على الأساني كان ساعتها الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي وكان بيشرف على هذا التعاقد كان مين عضو مجلس دارة ومسؤول عن الألعاب الأخرى معالي الوزير العامري فاروق قبل أن يكون يعني وزيرا وقبل أن يكون نائب رئيس كان عضو مجلس دارة وكان مهتم جدا بألعاب أخرى وكان مين كمان المهندس عدل القياعي أيوة زي ما أقوله كده مهندس عدل القياعي هو اللي كان موجود في توقياه وهي المستشار حلم عبد الرازي الله يرحمه كان المستشار القانوني لنادي الأهلي ومضيت 2006 وكان الاتفاق خلال شهر حصل أي ظروف أسرية ظروف حاجة في شغلك بتاعه لن تستطيع أن توفي بتعاقدك معنا بلغنا والعقود دي ستكون لن تكون يعني العقود دي بس إبداء حسنية أن أنت شاري النادي الأهلي وعايز أقول لكم من ده حصل أن حصلت ظروف ولم أستطيع ظروف خارج عن إرادتي وأن أنا لم أستطيع انتقال للنادي الأهلي 2006 وفي دل الحلم وفي قلبي وفي دماغي وساعتها النادي الأهلي كان ممكن يعمل لي لو النادي الأهلي بيدور على ده كان ممكن يعمل لي مشكلة كبيرة بالعقود اللي معها والحقيقة أطراف الموضوع ده ربنا أديهم الصحة يا رب وطلط العمر أحياء يرزقون وأنا بقول كلام حقيقي يعني فيه أسامي يعني ماشي محتاج أقول حاجة ولم أوفق لانتقال في النادي الأهلي 2006 جيت 2009 مضيت مع النادي الأهلي والحمد لله تم الانتقال أنا بس بضرب مثل أن ما حصلش انتقال والعقود مع النادي الأهلي ما عمل ليش أي مشكلة بالعكس أنا قلت أن عندي ظروف خلاص انتهى وده النادي الأهلي كلمة مش محتاجة كل القصة دي والأفلام دي كلها أنت عايز تمشي ومش شاري النادي الأهلي هتقول يا جماعة والله أنا ماشي وهديكم مثل فاكرين عبد المنعم لاعب الكرة الطائرة فاكرين محمد عبد المنعم طب أفكركم محمد عبد المنعم كان لاعب في النادي الأهلي قادما من نادي الزمالك معلش أنا آسف عايز أقف في الموضوع ده أنا ما بذكرش أسامي ولكن أنا بتكلم عن نادي اللي أنا ليه الشرف اللي أنا انتمي ليه محمد عبد المنعم كان لاعب كرة الطائرة انت ونسيتوه يمكن ولكن محمد عبد المنعم كان لاعب جيد لاعب ممتاز وجي نادي الأهلي لعب سنتين قادما من نادي الزمالك وخد فيهم بطلات واتصاب بالمناسبة في السنة التانية في صليبي في بطولة أفريقيا كانت بتلاقي في تونس وتعالج مع نادي الأهلي ومضى مع نادي الأهلي تجديد عقده مرة أخرى سنتين بعد السنة الأولى من التعاقد التاني قال لي يا جماعة أنا عايز أمشي وكان ليس سأله سنة أنا عايز أمشي أنا حاس أن أنا عايز أرجع نادي الزمالك تاني حطوا الكلام ده بينك و سين يا جماعة يمكن إحنا برنامج متخصص في الألعاب الأخرى فإحنا عارفين كويس كل كيس وكل حاجة ومنقول حقيقة عبد منعم رح لكابتل محمد مصير حبيد وأنا بقول الكلام ده ونفسه هو قاله محمد عبد منعم وعلنه وقال يا جماعة مش هادر أكمل في نادي الأهلي أنا عايز أجل نادي الزمالك تم إنهاء التعاقد بالتراضي يكفي أن أنت تقول أنا عايز أمشي النادي الأهلي ما بيمسكش في حد ولكن اللي إحنا سمعينه اليومين اللي فاتوا أصبحت حقوق قانونية وليست إن أنا عايز أكلاعب دلوقتي أنت راجل بتقول كلام أنا عايز أثبت للناس إن الكلام ده مش مصبوط وأصبحت حقوق قانونية ما بقتش رياضة هنا إنما أنا لما أتكلم إن أنا راجل أنا راجل بقول يا جماعة بعد إذنك وأنا مش هقدر أكمل معكم لأي سبب محمد عمنام هيتنقل لنادي الزمالك وهيضيف لنادي الزمالك بس هو جاء للناس بكل احترام وبكل احترافية أنا عايز أرجع لنادي الزمالك تاني أنا مش قادر أكمل وأنا بشكر وأنتو تمام وأخواتي وبتاع السنة أرجع لنادي الزمالك في الوقت النادي الأهلي كان صرف على علاجه وصرف على أنه يستعد عافيته مرة أخرى ورجع الملعب ولعب سنة من عقده وفضله سنة كان وضع بسيط جدا النادي الأهلي يقوله والله أنا محتاج لك وأنت ملتزم معايا بعقد وياخده يجمده ولكن أبدا لم يكن هذا هو النادي الأهلي وما بيعملهاش النادي الأهلي أبدا فيش حاجة اسمها العيب يتجمد أعيش تمشي يتفضل اللي داخل نادي الأهلي لازم يكون متمسك بالنادي الأهلي وماسك فيه ودي ثوابة النادي الأهلي النادي الأهلي حتى الآن محافظ عليها أنا بقول لكم على المشتوى الشخصي أنا مش محتاج أدعي حاجة ولا أقوله على المشتوى الشخصي أنا حصل معايا هذا الكلام فأنا حبيت بس أتطرق لده أن النهايات في نادي الأهلي البدايات زي النهايات وإنت لو معرفتش دستور النادي وفهمته أنت عندك أزمة مش محتاج تطلع تقول الكلام ده في الميديا ولا في الإعلام ولا تروح تمضي مورا النادي ولا الكلام ده كله يكفي أن أنت تروح للمسؤولين تقولهم يا جماعة أنا مش هقدر أكمل بعد إذنكم سيبوني أمشي انتهى الموضوع حصلت مع العيبة كورة حصلت مع العيبة كورة يعني أنا مش عايز أقول بدر بنون مثلا السنة اللي فاتت بدر بنون جالوا عرض في مبلغ كبير جدا والراجل كان عايز يمشي عايز يروح للعرض ده في وقت إحنا ما نقدرش نقف قدام ده والنادي الأهلي يعني وصل خلاص تفضل وكل على الله النادي الأهلي عمره ما هيقف على لعيب وعمره ما هيقف على أي أن كان من كان ولكن النادي الأهلي ليه سوابته والسوابت دي هي سر تفوق النادي الأهلي عايز تبقى زي تمسك بسوابت زي عايز تبقى زي النادي الأهلي تمسك بسوابت معلش أنا استفدت في الموضوع ده ولكن كان لازم أتكلم فيه